اشتركوا في القناة اللي نتجع عن السمنة ايه هي مشاكل العظم عندنا بقى خشونة الرجبة عندنا الام المفاصل مشاكل كتيرة قوي قوي بتنتج على الزيادة في الوزن او السمنة الزيادة طيب ايه حلها الحقيقة ان احنا عندنا دي هتبقى مشكلة كبيرة هي حلها في حاجتين او عند العلاج بتاعها في نقطتين اول نقطة ان انا اقلل الوزن الزيادة عن طريق ان انا اعمل تخصيص لنفسي انزل الدهون اللي موجودة وتلقائيا هقدر اعالب العظم بتاعي هيحصل التقام للعظم هيحصل علاج لخشونة الرجبة واكيد الام المفاصل هتقل جدا جدا النهاردة عايزة اكلمكو على النقطة دي لان انا شفت فعلا حالات كتيرة جدا عندهم الام في المفاصل وعندهم خشونة في الرجبة نتيجة ليه الوزن الزيادة طيب النقطة دي معناها ايه انا عندي وزن زيادة في جسمي عندي دهون كتيرة محملة على العظم يعني لما بتبقى الكتلة الدهنية كبيرة في الجسم بتحمي كتير قوي 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 على العظم فبالتالي بيحصل مشاكل العظم اللي ناتج عنها بقى الام العظام اللي ناتج عنها خشونة الرجبة لان الدهون كلها بتبقى متحملة على الرجبة بالنسبة لمفاصل الرجبة بيبقى عامل كتا فانا لو انا عندي الكتلة الدهنية من فوق جسمي كتيرة فبتحمل على الرجبة فبالتالي بيحصل ايه بيحصل ان الرجبة بيحصلها خشونة في سائل ما بين العظمتين بيبقى موجود السائل ده من كتر الوزن الزيادة بنلاقي العظمتين لزقوا في بعض كده فبيحصل مشاكل الرجبة وقلام المفاصل وكمان خشونة الرجبة طيب الحل ايه طبعا الحل في رقم واحد ان انا انزل الوزن طيب هنزل الوزن ازاي انزل الكتلة الدهنية اللي موجودة عندي طيب هقدر انزله ازاي عن طريق منتج برنيرو الحقيقة ان منتج برنيرو عامل شغل خطير خطير بجد فيه تنزيل الوزن تنزيل الفاتس بيقدر انه يحرق الدهون بيقدر كمان يزبط مستوى السكر في الدم وبيقدر يزبط مستوى الكوليسترول خلوا بالكم من حاجة مهمة انا ممكن اخس بس يبقى وشي دبلان انا حاسة ان انا ضعيفة هزيلة وشي على طول شكله تعبان شكله ما كلش 3-4 تيام هلاقي ان انا وشي شكله تعبان جدا شكلي شاحب شعري بيقع فيه تساقط شعري فيه فرغات بتحصل في فروة الراس كمان الوش جاف جدا فكل المشاكل دي ممكن تحصل نتيجة لان انا بنزل وزني بطريقة غلط احنا هنا عايزين ننزل وزننا بس بطريقة صحة يعني ايه بطريقة صحة يعني جلدي يكون صحي جلدي حيوي شعري يكون حلو ما يقعش ما يبقاش فيه تساقط جسمي يبقى شكله كويس انا مش عايزة انزل مثلا 30 كيلو في شهر لأ انا عايزة انزل نسبة او كمية دهون معقولة في شهر مثلا انزل 8 كيلو بس انزلهم بصحة انزلهم مزبوط معانا مدخلة بقى تليفونيا ستقولكو طبعا اي حد عايز يتواصل معايا بيتواصل على الارقام اللي ظهرة قدامكو على الشاشة ومعانا اتصال تليفوني وردة زكي وردة هو تقريبا انقطع الاتصال حول معانا تاني يا وردة فبقولكو انه لازم نخس بصحة لازم اخس وانزل الدهون اللي في جسمي بس ابقى عارفة كويس قوي ان انا ابقى شكلي كويس مايبقاش شكلي دبلان شعري كويس مايبقاش فيه تساقط مايبقاش عندي انيميا مايبقاش عندي نقص حديد مايبقاش بشرتي جفة وشكلها غير صحي فاحنا هنا كل اللي بيتفرج علينا اللي عايز ينزل وزنه بصحة وبزكاة طيب منتج البرنيرو ده عبارة عن ايه بيتكون من ثلاث حاجات اساسية اول حاجة هنتكلم عليها هي الاهواء الخضرة طيب ايه هي الفرق ما بين الاهواء الخضرة والاهواء العادية الاهواء الخضرة هي الاهواء العادية بالزبط اللي احنا بنشربها بس قبل ما تتعرض للحرارة طيب بيكون فيها ايه قبل ما بتتعرض للحرارة بيبقى فيها حمض اسمه الكلوروجينيك الكلوروجينيك ده بقى بيعمل ايه بيزود حر الدهون في الجسم ودي نقطة مهمة قوي ودي اللي احنا كلنا بندور عليها عايزين دهوننا في الجسم تتحرق بنشرب القهوة الخضرة علشان الكلوروجينيك بيقدر انه يزود حر الدهون اللي عندي طيب تاني حاجة بيقدر طبعا قهوة يبقى فيها كافين يبقىها صح صح هتديني باور هتديني قوة مش هحس ان انا تعبانة ابدا دي حاجة تانية تالت حاجة ان هي بتزبط مستوى السكر في الدم ودي نقطة مهمة قوي ومهم جدا ان كل بيتفرجوا علينا يعملوا الدايت ومستوى السكر في الدم يكون مصبوط ما يكونش ما يقلش ليه لانه لو قالها هحس ان انا تعبانة مش قادرة اقوم من على السرير مش قادرة اعمل اي مجهود احنا مش عايزين كده عايزين نخص بصحة زي ما قلنا في الاول طيب الاهوة الخضرة كمان فيها نقطة مهمة قوي ان هي بتسد الشهية يعني ايه يعني بلاقي ان انا قدامي الاكل اه انا حاسة ان انا شبعانة مش عايزة ااكل ليه لانها بتعمل على حمض الكلوروجينيك اللي موجود بيعمل على انه يسد الشهية بيشبعني يبقى قدامي الاكل انواع واصناف بس انا مش عايزة ااكل فدي نقطة مهمة جدا وعايزين طبعا كلنا نوصل لها طيب اه فيه كمان عندنا فيه اتصال وردة معنا وردة رجعا تكلمتنا ايوا يا وردة ازاي اخبارك ايه الحمد لله عامل ايه دكتور الحمد لله كله تمام انت تمام الحمد لله بخير قليلي بتشتكي من ايه بقى لا مش انا ايوا انا مش كده بنتي ايوا قليلي هي عمرها قد ايه عندها اتناشر اتناشر سنة طيب وزنها قد ايه وطولها قد ايه يا وردة بصي او انا طبعا مش عارفة قوي والله بس هي وزنها حوالي خمسين كمسة وخمسين كده تمام اه والطول بالتقريب يعني هي قصيرة مش طويلة هي الحسينها مكتوكة نفسها كده اه اه تمام طي انت شايفة ان عندها سمنة شايفة ان عندها زيادة في الوزن اه اه انا شايفة ان هي عندها زيادة في الوزن مش سنها يعني انا شايفة صحابها وكده اه مش نفسي جسمها خالص تمام طب هي يعني بتمارس اي نشاط رياضي بتوديها تمارين بتوديها ولا لا 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 مفيش اي مشاكل صحية يا وردة سكر لا 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 تمام طيب بص يا وردة احنا دلوقتي السن الصغير دايما بناخد بالنا من حكتين مهمين قوي انه ما يبقاش عندها مشاكل صحية سكر لقدر الله او اي مشكلة تانية قصور في الغضة الدرقية مثلا او انيميا تاني حاجة ان السن الصغير بيبقى دايما شهيته ناحية ايه الحلويات فعشان كده دايما في السن الصغير بنديهم الجارسينيا الجارسينيا بقى بتعمل ايه اللي هي موجودة برضو في البرنيرو منتج البرنيرو اللي بنتكلم عليه الجارسينيا دي بنسميها يا وردة نبات المعجزات يعني حتى لو دخلتي على الانترنت وعملتي سرج هتلاقي ان الجارسينيا دي اسمه نبات هم مسمينه كده نبات المعجزات ليه بقى؟ علشان بيقدر يحرق الدهون بطريقة غير عادية ففعلا هو سحر يا جماعة الجارسينيا سحر فحرق الدهون كمان الجارسينيا بيقدر يزبط يعني مش بيحرق دهون كده وخلاص لا بيقدر كمان يزبط لي مستوى السكر في الدم فبالتالي ما بحسش بالهبوط ما بحسش بالتعب وانا بنزل الوز الجارسينيا حلوة كمان مع الناس اللي عندها شغف للحلويات زي بنتك اكيد عشان هي سنه صغير فاكيد الزيادة في الوزن دي بتبقى نتجة عن اللي هي زي ما بنقول اكل الحلويات الحاجات المعلبة الشوكولاتات الحاجات دي كلها فعشان كده الجارسينيا بتقدر برضو تحرق الدهون اللي نتجة عن الحلويات او السكر الزيادة وزي ما قلت ان الجارسينيا بتزبط مستوى السكر في الدم فلو في حلويات بتاكلها كتير او مستوى السكر عندي زياد هيقدر الجارسينيا بمنتج البرنيرو إنه فعلا يزبط مستوى السكر في الدم يحرق الدهون وكمان يسد الشهية ودي نقطة مهمة قوي إنه زي ما قولنا بيبقى قدامها الأكل وهي مش جعانة فدي نقطة مهمة قوي فأنصحها طبعا بالبرنيرو ده أكيد كمان تاخد فيتامين Z خليها كمان يا وردة تعمل تحليل فيتامين Z ده أساسي لازم تعمله لأنه بنسبة 90% هتلاقيه إنسافشنت أو هتلاقيه قليل فهناخد كمان كابسولات فيتامين Z فيتامين Z مهمة قوي قوي لصحة العضم لصحة الشعر وصحة البشرة وليه بنأكد في العضم إنت هتقول ليه هي ما عندهش مشكلة في العضم لأ هي بقى عندها لأن زي ما قولنا في أول الحلقة السمنة مرتبطة ارتباط وثيق مرتبطة ارتباط جامد جدا بمشاكل العضم أي حد عضمه بيوجعه رجبته بتوجعه مفاصله بتوجعه دايما بنقوله نقلل الوزن دي حاجة مهمة جدا لأن تقليل الوزن على طول هتقلل وزنك من هنا هي زي كفة ميزان هنقل من هنا في الوزن هنلاقي مشاكل العضم كلها اتحلت لأن زي ما قلت الدهون بتبقى متمركزة على العضم فبتعمله مشاكل فبالطبيعي لو قللت الدهون اللي موجودة في الجسم هيقل الحمل اللي على العضم فبالتالي العضم بيلتقم ومش هيبقى فيه أي مشاكل في العضم بعد ما هنقل فيه الوزن بالبرنير وزي ما قلتلك هناخد كابسولات فيتامين دي فيتامين دي مهمة جدا فيتامين دي ثري مهمة جدا علشان تقدر تزبط زي ما قلتلك العضم تقدر كمان تحسن من الشعر وتحسن من صحة البشرة ودي حاجة مهمة قوي قوي بالنسبة لنا وخصوصا بنأكد عليها طبعا فيه السن الصغير عايزة أقول لكم بقى حاجة مهمة قوي مع منتج البرنير وعايزاكوا تاخدوا شرايح الخبز المشبعة دي بنجيبها من أي فرن عندنا دي حلوة قوي بناخدها يعني برنيرو بناخده الصبح على كباية مية قبل نص ساعة من وجبة الفطار وهناخده في الظهر برضو قبل الغدى بنص ساعة وقبل العشاء بنص ساعة يبقى هيتاخد قبل كل وجبة بنص ساعة طيب ليه بنستنى نص ساعة وبعدين نبتدي في الأكل علشان نشجع الجسم أنه يتنشط أنشط فيه الدورة الدموية أنشط الجهاز الهضمي وأخلي كمان اللي هي الأكتف انجريدينس أو مكونات البرنيرو تشتغل اللي هي زي ما قولنا الجارسينيا زي ما قولنا الأهوة الخضرة وهنتكلم كمان على الشاي الأخضر اللي هو بيحفز من امتصاص الدمون فبستنى فترة علشان أدي فرصة للمكونات بتعطي اللي موجودة فيه برنيرو أن هي تقدر تشتغل أن هي تحرق الدهون اللي دخل عليها في خلال الوجبة زائد الدهون اللي موجودة في جسمي يبقى أنا برنيرو بيشتغل بطريقتين بنسميها دي والأكشن بيشتغل على الدهون اللي موجودة أصلا في جسمي اللي نعايز أحرقها اللي مسببها لي وزن زيادة وكمان بيشتغل على الدهون اللي في الأكل وفي الوجبة اللي احنا هنكلها بعد نص ساعة عشان كده بدي فرصة نص ساعة عشان ألحق أنشط المكونات إن هي تشتغل على الدهون اللي أنا كمان هكلها في الوجبة طيب أنا حبيت النهاردة كمان أديكم كده منتج مشروب هايل لحرق الدهون هيساعد كمان معنا في حرق الدهون وفي تنزيل الوجبة مهمة قوي عايز أقول لكم إن كل مكون من المكونات قد إيه مهم في حرق الدهون وفي تصبيت سكر الدم اللي موجود عندي عشان ما حسش بهبوب ما حسش بتعب ولا بإجهاد وانا بخس وزني ينزل آه جسمي شكله يحلو آه ولكن أنا صحتي كويسة ما عنديش أنيميا ما عنديش نقص حديد ما عنديش نقص بوتاسيوم ما عنديش نقص أي حاجة ممكن تأثر علي معنا إيه اتصال؟ آه ما ننساش طبعا أي حد يا جماعة هيتصل بينا دلوقتي أول ميت متصل عندي ليهم مفاجأة هياخدوا مجموعة كاملة كاملة للشعر سيرم للشعر شامبو وكمان بلسم يبقى عندي شامبو للشعر عندي بلسم وعندي سيرم وكمان حمام كريم دي كلها مجموعة متكملة للشعر علشان نخص بصحة من غير ما شعرنا يتأثر وطبعا من تأول ميت متصل بس فإلحقوا اتصلوا وتواصلوا معايا على الأرقام اللي ظهرت قدامكم على الشاشة آه كمان عندنا خصم 30% على أي كورس تخصيص فأي حد بيتفرج علينا دلوقتي طبعا يا بختوا أكيد أنه لحق العرض ده وسمع العرض مني 30% خصم على كل منتجات التخصيص اللي عندنا كورس التخصيص اللي احنا بنتكلم عليه عاملين عليه 30% كمان فيه هدية زي ما قلت مجموعة متكملة للشعر ليه علشان ما حسش أن شعري وانا بخس يقع شعري يبقى فيه تساقط يبقى فيه فراغات في الشعر يبقى فيه تقصف يبقى فيه حياشان يبقى فيه أن أنا حس أن شعري مش صحي لا بالمجموعة المتكملة للشعر دي هنحس أن شعرنا صحي ما فيهش أي مشاكل وهكلمكم عليها بعد شوية طيب عايزة بقى أقولكو على مشروب الحارق للدهون أنا بسميه مشروب معجزة مشروب فعلا يا جماعة تأثيره هايل على حرق الدهون وده مهم قوي تشربوه 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة يبقى هناخد البرنيرو قبل كل وجبة بنص ساعة وبعدها عايزين نشرب المشروب ده وبعدين تكلوا بأبرحتكو أوعدكو مش هتطخنوا مش هيبقى فيه أبدا دهون مترقمة في الجسم كل الدهون هيتم يعني تسيحة زي ما بنقول كده من الجسم فمش هتحسوا أن فيه أي دهون موجودة في الجسم مفيش زيادة في الوزن عايزين بقى معانا ريهام من القاهرة إزايك يا ريهام ألو؟ إزايك يا ريهام؟ إزايك يا دكتور عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ عاملة إيه حاببتي تمام؟ الحمد لله يا حاببتي الأخبار الحمد لله كله تمام قليل أنا بس عندي مش كده صغيرة كده أي أنا عندي 22 سنة أيوة؟ تمام؟ أه ووالدة بقى لي أسبوعين أه بس بردها طبيعي تمام كويس أوي تمام؟ أه كنت كم أبنى الولادة يا ريهام؟ أنا قبل الولادة كنت سبعين كيلو سبعين تمام وبعد ما ولدتي؟ بعد ما ولدت أنا خمسة وتمانين تمام يعني تخلنا خمسة واشر كيلو مش كتير يعني يعتبر معقول أنت دلوقتي يعني بقى لك قد إيه والدة؟ بقى لي أسبوعين؟ أسبوعين طب حلوة على فكرة يعني بصي مش كتير يعني إن شاء الله معايا بصي معايا هتخصي إن شاء الله في الشهر ده الكل اللي انت تخنتي لهو حوالي 10 كيلو أو 12 كيلو والكم كيلو زيادة دول قولي كمان هياخدوا مثلا أسبوع أو أسبوعين يعني هنخصي مع بعضا في شهر وأسبوعين بكتير قوي اسمعي بقى وشوفي أنا هقولك إيه قولي إيه أنت عندك أي مشاكل صحية؟ لا لا هي بس الضغط بيعلة شوية لما بتعصبك تمام لا ده كلنا بس بس الضغط في العادي معقول يعني أو آه تمام طيب بصي بصيا ريهم معلش يا ريهم بص يا ريهم هنعمل إيه؟ أولا هي مشكلة الولادة أنه بعد الولادة دي مشكلة كلنا بنواجهها أنه بعد ما بتحصل الولادة بيحصل زيادة في الوزن فأنتي زيادة في الوزن مش كتير يعتبر 15 كيلو زي ما بتقولي مش كتير خالص يعني نسبة معقولة يعني بصي مش بنقول إن هي واو بس هي نسبة أهوة مفروض من 8 لحد الماكسمن بتاعك مثلا بتغذية 15-18 يعني 18 ده يبقى ماكسمن بتاعك فأنتي يعتبر كويس أنت في النورمل هننزل بسهولة جدا إزاي؟ هناخد كابسولات البرنيرو اللي هي بتحتوي زي ما قلنا على الأهوة الخضرة طبعا أنا حريصة جدا إن أنا أديكي منتجات طبيعية طبعا أكيد مرخصة من وزارة الصحة المصرية وأكيد كمان منتجات طبيعية ملهاش أي أثار أو مضاعفات أو سايد إفكس ملهاش أي ضرر عليك فدي نقطة لازم تبقي عرفها كويس وأي حد طبعا بيتفرج علينا أن كل منتجاتنا يا جماعة منتجات طبيعية مرخصة وفي نفس الوقت هي منتجات طبيعية مش أدوية لأن دايما برجع أقول الأدوية يا جماعة نبعد عنها لأنها بتأثر على كمية المخ اللي هو بنسميه الجهاز العصبي المركزي أو الـ CNS بتلعب في كمية المخ فإحنا مش عايزين نخس زي ما قلت بصحة ما يبقاش فيه عندنا أي مشاكل ما يبقاش عندنا أي مضاعفات مش عايزة أخس من هنا ويحصل لي مشكلة تانية من هنا ألاقي الكابة بازة ألاقي الكلا فيها مشكلة لأ أنا عايزة أخس وأبقى جسمي صحي ما فيهوش أي مشاكل فكابسولات البرنير وقلنا فيها الأهوة الخضرة اللي هتزود معاكي حرق الدهون فهتنزلي في مدة بسيطة كمان هتديكي باور زي ما قلنا مش هتخصصك وتخليكي عيانة تعبانة لا كمان هتزبط لك نسبة السكر في الدم وهتقلل لو عندك كوليستيرو العالي في الدم هنقلله عن طريق القهوة الخضرة اللي هي الحمض الكلوروجينيك اللي تكلمنا عليه كمان عندنا في برنيرو قلنا الجارسينيا ده النبات المعجزة اللي هيقدر يقلل خالص من مستوى الكوليستيرو اللي عندك له عالي وفي نفس الوقت هيقدر لو فيه ميا عندك زيادة في الجسم برضو نتيجة للولادة أكيد بيبقى فيه شوية إيديمة أو شوية ميا الجسم منتفخ شوية فده اللي بنتكلم عليه هنقدر الجارسينيا هتقدر تصرف الميا دي اللي فيها السموم اللي مسببالك زيادة في الوزن في كابسولات البرنيرو كمان عندي بقى كابسولات الشاي الأخضر مهمة قوي إن الشاي الأخضر بيعمل إيه؟ بيزود مليام مضادات أكسادة فده برضو بيزود لي حرق الدهون وخلونا بقى نطلع فاصل سريع وأرجع أكلمكم قبل هرجع أكلمكم تاني بعد الفاصل على مميزات الشاي الأخضر في التخصيص خليكم معي وما تنسوش طبعا أرقام التليفونات اللي ظهر قدامكم على الشاشة لو عايزين تتواصلوا معي في أي وقت 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وطبعا الأرقام دي كمان عليها واتس أب لو حابين أنتوا تبعتوا لي على الواتس أب وأكيد ما منساش صفحة الفيسبوك الصفحة تظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة دايت سفوت لايت معايتكم طبعا إحنا 24 ساعة في خدمتكم هنخس يعني هنخس وأهم حاجة نحن هنخس بصحة مش هنخس بتعب مش هنخس بأمراض جايلنا بعدها لا هنخس بصحة هنخس بزكاء من غير تعب ولا إجهاد تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعض الفاصل ابقوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم دلوقتي على الجارسينيا زي ما قلت لكم أنه نبات المعجزة كمان الجارسينيا مهمة قوي أنه فيه مادة الكروميوم فيه حديد فيه ألياف فيه بوتاسيوم حاجات دي كلها بتزبط على مستوى زي ما قلنا الكوليستيرول في الدم بتزبط نسبة السكر في الدم وكمان بتعمل على حر الدهون عايز أقول لكم الأرقام اللي ظهروا قدامكم على الشاشة تقدروا تتواصلوا معايا في أي وقت 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وكمان الأرقام اللي ظهروا قدامكم لو أنتم مش عايزين تتصلوا عليها واتساعة بتقدروا تتواصلوا معايا فيها وأكيد معانا صفحة الفيسبوك بتاعتنا أي حد عنده استفسار عن أي حاجة أي حد عايز يقلل وزنه عايز يزود منعته عايز يخص بصحة ومن غير إجهاد ولا تعب ولا نيبان شكله دبلان أو وشه مخطوف أو الكلام اللي احنا عارفينه دا كله يتابعنا معانا أحسن وصفات وأحسن حاجات تقدر أن هي تشتغل على أن هي تحرق الدهون اللي موجودة عندنا ومعانا اتصال تليفوني من نجوة إزايك يا نجوة؟ ألو أيوة يا نجوة إزايك؟ إزاي يا حزيزك يا دكتور عاملة إيه؟ عاملة إيه حبيبسي الحمد لله دكتور والله وانا عندي مشكلتين الأولانية بدأت تظهر في الكام شهر اللي فاتو إن أنا بدأت شهيتي تبقى مفتوحة على غير العادي حل لأن أنا في العادي ما كنتش بابقى بأكل كتير بس بدأت شهيتي تبقى مفتوحة يعني أنا كان جالي زي بداية اكتئاب كان عن شوية مشاكل كده دخلوني أيوة الاكتئاب أكيد فتح نفسك على الأكل ده طبعا نوع من أنوال اللي نسميها الأنوريكزيا أو اللي هي أن ان انت شهيتي بتفتح لما يبقى عندك اكتئاب أو تبقى زعلانا تماما وخصوصا للسكريات والحلويات يعني حتى أنا مش بحس أني جا عينة هنا بحس أن أنا عايزة أكل أي حاجة وخلاص أيوة وخصوصا تبقى حاجة حلوة حلوة بدرجة أن أنا ممكن لو ما فيش حاجة أكل سكر أيوة أيوة طيب انت وزنك قد إيه؟ بسي أنا طول عمبي وزني 65 67 أنا كده ده رابع شهر إليه أنا وصلت تقريبا ل95 كيلو أو يعني في حوالي 30 كيلو زيادة في الوزن طيب أنا طولي 168 تمام آه يعني يعتبر في 30 كيلو زيادة في الوزن طيب بصي تابعينا علشان في عندك أي مشاكل صحية ضغط سكر مشاكل في القلب أنا ما كانش في العلاء ما عنديش أي حاجة إي أنا كرث مشكلتي كان حصل لي يعني مشاكل كده قوية أيوة وحصل لي الدروب ده بس آه الاكتئاب اللي حسزك بالأنوريزيا أو فتح الشهية فبالتالي زيادتي 30 كيلو في الوزن آه وطبعا ما كانش في وقت بأن أنا أبقى باهتم أو بنفسي أو ببص شكلي بيتغير ما بيتغيرش آه لحد ده ما بدأت إن الأحوال تستقر شوية عايزة بقى تنزيلي 30 كيلو اللي أنت قريدت خنتين إن أنا عمري ما كنت كده وعمري ما كنت متعودة على شكلي كده آه الحاجة التانية إن بدأ يبقى عندي تقطقة يعني مشت رجلي في الأدم بتاع الرجل آه ده اللي إحنا بنتكلم عليه بقى اللي قلتوا لكم في أول الحلقة اللي هي مشاكل العظم اللي نتجه عن الوزن الزيادة أي وزن في الجسم الزيادة لازم يعمل مشاكل في العظم لازم يعمل ألم في المفاصل وبعد كده ممكن يعمل كمان خشونا في الرجبة طب إنت خدت لها أي علاج؟ لا لا أنا هم بقول لي حارك وتقول لي الفترة اللي فقيت دي كانت المشاكل والضغوط كثير فما كنتش بصراحة مركزة في أي حاجة بس بركة بقيت 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 أسمع صوت التقطقة أصلا وخصوصا لو كنت لسه صراحة من النوم يعني بقى لي فترة مش بتحرك مثلا وقمت عشان أتحرك فتحس بالطقطقة دي وتحس بواجع العظم والمفاصل طيب بصي إحنا قدامنا مشكلتين دلوقتي مشكلة زيادة الوزن دي سهلة هنحلها بسهولة إن أنت هنقلل وزنك بالبرنيرو زي ما قلنا والخضرة اللي هتزود معاك الحرق اللي هتديكي باور جامد فبالتالي مش هتحس إن أنت تعبانة كمان بتزبط نسبة السكر في الدم زي ما قلنا ونسبة الكوليستيرول دي الأهوة الخضرة عندنا كمان البرنيرو في الجارسينيا الجارسينيا أول ما بتدخل الجسم بتقوم إيه؟ مستهدفة الدهون عندك فين؟ في منطقة البطن بتروح على البطن تحرق الدهون اللي موجودة في منطقة الكتف هنا أو الدراع فبرضو تروح على الدراع تحرق لك الدهون اللي موجودة عشان كده منسميه زي ما قلنا نبات المعجزة اللي هو الجارسينيا كمان الشاي الأخضر مليان مضادات أكسادة هيحرق معاك بنسبة كبيرة جدا جدا فما تقلقش خالص أي حاجة فيها زيادة في الوزن أنا هقدر إن أنا نعالجها إن أنا بالبرنيرو إن إحنا هنقلل من الوزن ونقلل من الدهون عن طريق حرق الدهون الزيادة أي حاجة من الحاجات يهي بتأثر على النوم؟ لا 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 خالص خالص أنا زي ما بقولك أنا مش بمشي أبدا في المدرسة بتاعتي على أدوية عشان كده بقولك الأدوية بتأثر على الجهاز العصبي المركزي أو الـ CNS أنا ما بمشيش خالص بمدرسة الأدوية ما بحبهاش مدرسة الحاجات الطبيعية أحسن يا جماعة بكتير جدا جدا وفي كل الحالات اللي أنا شفتها أحسن بكتير الحاجات الطبيعية اللي بتشتغلي على حرق الدهون بتاعت الجسم حرق الدهون البطن حرق الدهون الكتاف اللي هو الدراع حرق الدهون اللي هنا اللي في اللغدة أو الدبل تشين اللغدة حرق الدهون اللي في الأرداف كل ده هيتم عن طريق البرنيرو زي ما قلنا بالجارسينيا وبالأهوة الخضرة وبالشاي الأخضر طيب النحية التانية اللي عايزين عليكها عندك هي مشكلة العظم طيب مشكلة العظم هنعمل إيه؟ هناخد البروستوكال البروستوكال اللي فيه فيتامين Z3 فيه كمان الكالسيوم وفيه الماجنزيم طيب فيتامين Z3 هيعمل إيه؟ دايماً بنقول إن فيتامين Z يا جماعة هو العقل المدبر يعني إيه؟ الكالسيوم مشكلته في حاجة إنه إنتي لو أخدتي كالسيوم لوحده من غير حاجة من غير فيتامين Z ومن غير الماجنزيم هتلاقي الكالسيوم بيدخل الجسم كده مش عارف يروح فين أنا هروح عند الكلة أترسب ولا هروح عند العظم ولا روح بيبقى تايف في الجسم طيب الحل إيه؟ يدخل معاه العقل المدبر اللي هو فيتامين Z3 اللي موجود في البروستوكال طيب يعمل إيه؟ يقوله لا 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 تعال يا حبيبي أنت رايح فين؟ تروح عند الكلة تترسب لا 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 يلحقه ياخده من إيديك كده يشده ويوديه عند الرجبة مثلاً اللي محتاجة كالسيوم أو مفصل الدريع اللي هنا اللي محتاج كالسيوم أو العظم اللي في الرجل أو في الجسم يشوف هو الحتة اللي في العظم اللي نقصة كالسيوم ياخده من إيديك كده ويوديه ويقوله أنت تقعد هنا فبالتالي بيحصل الالتقام وبيحصل الهيلنج وبيحصل الشفاء العاجل لمشكلة العظام اللي هي ألم المفاصل أو اتكلمنا قولنا على خشونة الرجبة أو أي ألم عندك في العظم يبقى أنا البروستوكال فيه ثلاث حاجات فيه فيتامين D3 اللي هو هياخد الكالسيوم من إيديه ويوديه يعالج المشاكل العظم اللي موجود عندك كمان عندك الماجنيزيوم اللي بيحسن جدا من صحة القلب هيخلي التنفذ بتاعك كويس هيخلي إنه مفيش عندك نهجان مش هيبقى فيه عندك مشاكل في القلب بيقوي جدا عضلة القلب بينشط الدورة الدموية فدي نقطة مهمة قوي فهناخد البروستوكال مع البرنيرو وإن شاء الله بإذنها هتبقي زي الفل ما تقلقيش طبعا خليك يا دكتور مرسي أبي وإسفة طبعا على حضرك وتابع معي طبعا وما تنسيش فيه هدية عاملينها وإنتي كنت من الميت متصل أو الميت متصل فليك هدية مجموعة كاملة للعناية بالشعر علشان نخس بزكاء ونخس من غير ما شعرنا يقع من غير ما يبقى فيه أي مشاكل للشعر المجموعة دي فيها الشامبو فيها البلسم فيها حمام الكريم وفيها السيروم فألف مبروك ليك طبعا حصولك على الجايزة الحلوة قوي والهدية الجميلة اللي مع كورس التخصيص هحولك على الكنترول برضو يدوك ويتواصل معاك طبعا أي حد يا جماعة بيتفرج علي دلوقتي عايز يتواصل معايا الحق تصلوا بسرعة على الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة أي استفسار عندكم بخصوص زيادة الوزن بخصوص حتى النحافة كمان أي مشاكل في الشعر أو في البشرة تتصلوا معايا على الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة هتواصل معاكو شخصيا من خلال الأرقام دي أو تابعوني على الواتس أب من خلال هذه الأرقام أنا معاكو 24 ساعة 7 ايام في الأسبوع عشان نوصل للجسم المثالي اللي كلنا بندور عليه من غير تعب ومن غير وصحتنا طبعا تبقى حلوة وما يبقاش في عندنا مشاكل في أي حاجة في الشعر في البشرة في الجلد في أي حاجة من الحاجات طبعا ما تنسوش صفحة الفيسبوك بتاعتنا أي حد عنده استفسار برضو تابعوها اعملوا فولو وأي حد عنده استفسار ممكن يبعتلي على الرسائل بتاعة الصفحة هرد عليكو شخصيا بس أهم حاجة تأكدوا علي الوزن والسن والطول ولو في أي مشاكل صحية عندنا طبعا زي الضغط أو السكر أو قصور في الغدة الدرقية أو مشاكل في الغدة الدرقية عموما يعني أو مشاكل في القلب طبعا أنا معاكو 24 ساعة من خلال الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة وكمان من خلال صفحة الفيسبوك أي استفسار أنا معاكو فيه و هننزل في الوزن و دايما بقول بصحة و بزكاء من غير أي مشاكل بمنتجاتنا الأحوى الخضرة و كمان الجارسينيا و عندنا الشاي الأخضر أرجع لكو بقى على الشاي الأخضر لأنه كلامه كتير قوي قوي الشاي الأخضر زي ما احنا كلنا عارفين أنه مليان زي ما قلنا مضادات أكسيدا في حديد بيعمل حاجتين بيحرق الدهون بسرعة جدا جدا و بيخلي بيزود الميتابوليزم يعني قل المعدة استني لفي أكل دلوقتي هيجيلك مثلا كمان نصف ساعة اتنشطي يلا سرعي من عملية الهضم سرعي من عملية حرق الدهون علشان أحس أن أنا جسمي يفضل سلم يفضل جسمي ممشوق يفضل جسمي رفاية يحرق الدهون بسرعة جديدة جدا فمهمة قوي أن الشاي الأخضر أبعرف أنه مليان مضادات أكسيدا و بيحرق الدهون بسرعة كبيرة باخده دايما قبل كل وجبة بنصف ساعة علشان أقدر أحفز من عملية الحرق طيب معينا كمان اتصال تليفوني مين؟ يسري أيوة أستاذ يسري إزاي صباح الخير صباح الفل أخبار حضرتك إيه؟ بخير يا دكتور الحمد لله اتفضل طب مني كده إيه أخبار الوزن والسن والطول أول ما تقتصله لازم يا جماعة الثلاثة دول وزنه سنه طول والله يا دكتور هو كان وزني مناسب لسني يعني كنت 169 أيوة؟ يعني أو 179 أيوة؟ و 173 تمام كويس أو؟ و 73 كيلو تمام كويس أو؟ يعني وزنك 173 وكنت 73 كيلو آه كنت كان مناسب جدا وكنت بلعب كورة دايما بالسمرار فاتخبطت في رجلي في رجلي اليمين فالحرقة بقت قليلة والموضوع بقى صعب شوية يعني ما عادش كورة مثلا آه حصل زيادة في الوزن قد إيه بقى؟ الزيادة تقريبا 7 كيلو لحد دلوقتي يعني احنا وصلنا لخلنا في 80 أهو آه آه طيب كويس برضو يعني يعتبر الزيادة مش زيادة كبيرة فدي حاجة كويسة برضو طيب فيه أي مشاكل صحية؟ لا لا مفيش مشاكل صحية خالص طيب تمام تابعنا وهقولك هنعمل ايه؟ آه مهمة قوي يا جماعة الناس اللي بتلعب رياضة وحصل مثلا هم قعدوا فترة في البيت أو كده بنلاقي ان الوزن بيزيد أكتر من الناس اللي عادية فدي نلحقهم بسرعة لان فيه ألارم كده بندي جرس كده للمخ الحق بسرعة لازم نلحق على طول قبل ما ايه ندخن زيادة لان دول بيبقى التخن أو زيادة الوزن بيبقى أكتر من الناس العادية ليه؟ لان هما متعودين على الحرق ان هما معاليين حرقهم دايما بالرياضة معاليين حرقهم دايما بالجاري وبالنشاط ففجأة كده بتلاقي الجسم يقف يبقى ده ايه؟ ايه ده؟ ما بقاش في حرق ما بقاش في رياضة ما بقاش في فالحرق بيبتدي قل فتلاقي نفسك بتدخن بسرعة حتى لو بتاكل كميات قليلة لان الحرق احنا اتعود على نظام حرق معين بمعدل سرعة حرق معينة بعد ما قعد من غير رياضة فابتدي الحرق داي قل فابتدي يحصل زيادة في الوزن طيب ايه الحل ساعتها؟ الحل ان انا هاخد كابسولات القهوة الخضر هتعليلي جدا الحرق بتاعي هتزودلي الحرق بتاعي فدي مهمة قوي قوي لازم خلي بالي من نقطة دي تزبطلي نسبة السكر في الدم كمان هتزبط نسبة الكوليسترول لو انت الكوليسترول زاد عن طريق ان انت كنت قاعد فترة من غير رياضة فلاقينا ان الكوليسترول زاد الـ LDL فيبتدي القهوة الخضرة تبتدي تقلل من مستوى الكوليسترول اللي في الدم الجارسينيا هيستهدف الدهون اللي عندك هيعمل ايه؟ اول ما هتدخل المعدة تقعد تدور هو فين الدهون الدهون موجودة فين؟ في البطن ولا في الارداف ولا في الدراع ولا في الحتة دي فتبدأ تدور هي موجودة فين؟ وتروح لها عشان تدوبها وتعمل على حرق الدهون اللي عندي وده اللي انا عايزة ما ننساش كمان فيتامين دي مهمة او كابسولات فيتامين دي مهمة جدا علشان تزودلي من التقام العظم وتقويل العظم التاعي كمان دي حافظ على صحة البشرة وتصحة الشعر وما ننساش معاها الكالسيوم لازم الكالسيوم يا جماعة ناخده معا فيتامين دي احنا خلاص عرفنا بقى الكالسيوم لوحده لازم معا فيتامين دي ليه؟ علشان ياخده من ايده ويوديه عند العظم يقويل العظم كمان فيتامين دي هيحافظ جدا على البشرة وعلى الشعر ودي حاجة مهمة قوي لانه دايما بيبقى الدايت او بيبقى فقدان الوزن مرتبط بانه الشعر بيقع فدي مشكلة دايما بشوفها كتير قوي دايما اي حد بيعمل دايت بيبقى عنده مشكلة في تساقط الشعر عندك فراغات في شعرك عندك ان شعرك ما بيطولش شعرك متقصف شعرك هايش كل الكلام ده هنحله مع كابسولات فيتامين دي وكمان الكالسيوم واي حد عايز يتواصل معايا بيتواصل على الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة كلموني في اي وقت موجودة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع الارقام ما ننساش عليها واتس اوب مهم جدا ان انتو تكلموني وتقولولي السن والوزن والطول ولو في اي مشاكل صحية ما ننساش طبعا صفحتنا على الفيسبوك هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة اعملو لها فولو وتابعوا اي اخبار واي هدايا اول ميت متصل يا جماعة هيتصل بين على الارقام اللي ظهرها قدامكم على الشاشة هيبقى ليه مجموعة كاملة متكملة للعناية بالشعر للعناية بالشعر اللي هي الشامبو البلسم السيرم وكمان حمام الكريم فمجموعة كاملة متكملة للعناية بالشعر لشعر ما يقعش مع وانا بخس ما ننساش كمان كورسات التخصيص بتاعتنا عليها 30% خصم لأي حد بيتصل بينا فالحق العرض اللي موجود دلوقتي قبل انتهاء العرض هم بيقولولي في الكنترول استاذ يسري فعلا ما خدش جايسده اتصل معنا هيحولك دلوقتي على الكنترول يا استاذ يسري تتابع معاه متاخد الجايزة بتاعتك والهدية بتاعتك اللي هي على كورس التنحيف هيبقى 30% خصمة على كورس التنحيف وكمان المجموعة المتكملة بتاعت الشعر اللي هي الشامبو والبلسم والسيرة محمام الكريم اي حد هاتصل معنا على الارقام دي هيبقى لي يا جماعة الهدية وهيبقى ليه كمان الخصمة 30% اتصلوا دلوقتي اول ميت متصل بس 101 ملوش الكلام ده فالحق اتصلوا دلوقتي لانه ما فيش دلوقتي الكمية محدودة جدا يعني هما محددين كمية معينة هي بس اللي هتتصرف كهداية مع الكورسات فالحق اتصلوا عشان تحصلوا على الهدية المميزة طيب معانا شوية اسئلة كانت جايلنا على الفيسبوك تعالوا نقراها مع بعض سؤال من شايماء عبدالله بتقول انا عندي 11 سنة وزني 80 كيلو وعايزة كورس تخسيص بدون ادوية اولا انا احييك يا شايماء لان انت قلتي في السؤال حاجة حلوة او بدون ادوية دي نقطة احييكي جدا عليها لان يا جماعة زي ما قلت مدرسة الادوية مش كويسة ليه بتلعب في الجهاز العصبي طبعا الا حاجات قليلة طبعا بتبقى مرخصة وبتبقى بارشاد الطبيب وكل حاجة بس انا ما بحبهاش ليه احنا عندنا اي وزن عندك لحد 30 كيلو 40 كيلو وتقدر يتنزلي بالمكملات الغذائية بالفود سابليمينت ممكن تاخذي وقت شوية بس ده ما يمنعش ان انا هخصة بقى صحية بقى شكل صحي ما يبقاش عندي مشاكل ما يجيليش مشاكل تانية مش عالج حاجة ابقوص حاجة فاهمة؟ فلازم اخلي بالي كويسة قوي انه احنا بنعالج يا جماعة بمنتجاتنا مرخصة دايما بقى اعيد وزيد في النقطة دي مرخصة من وزارة الصحة المصرية ما لهاش اي اضرار ما لهاش اي اثار جانبية لاي حد مرضى السكر مرضى الضغط الحوامل كل الكلام ده بيقدروا يستخدموا منتجاتنا بمنتهى الامان والفاعلية طيب فدي اول نقطة انا عجباني طبعا السؤال قوي اللي هو بدون ادوية دي برافو عليك يا شايماء طيب نقول بقى انا عندي 11 سنة وزني 80 كيلو هي ما قالتش الطول بس هو طبعا 80 كيلو على 11 سنة من غير ما تقول الطول طبعا يعني وزني كبير محتاجين ننزل الدهون دي طيب احنا عندنا لازم نبقى عارفين ان الجسم كله عبارة عن حاجتين دهون وعضل انا العضل مش عايزة اجي نحيته العضل ده كويس بالعكس انا عايزة اقويه بالرياضة لو بتشيل حديد لو بتشيل دي حاجات هتقوي العضل بتاعي فانا العضل ده على جنبه انا عايزة حباء لكن المشكلة في ايه في الدهون الدهون هي اللي بتعمل زيادة الوزن اللي بنقول عليه هي اللي بتطخن هي اللي بتخلي شكل جسمي مش حلو هي اللي ممكن تخلي جسمي شكله نازل حتة واحدة مفيش وسط مفيش مثلا بالنسبة للسيدات مفيش مثلا تضاريس السيدة اللي هي مثلا السدر الارداف الحاجات دي كلها فلازم نخلي بالنا من النقطة دي انو توزيع الدهون الصحيح هو ده اللي بيخلي شكل الجسم حلو مع نزول الوزن الزيادة او نزول الدهون الزيادة اللي ممكن تأثر علينا بزيادة الوزن طيب انا هعمل ايه انا هعمل طبعا هي سنها زي ما قلنا صغير اللي هو 11 سنة فماي له اكتر للحلويات للحاجات اللي فيها سكريات زيادة فهناخد الجارسينيا اللي هتقدر تخليلي تخليلي تزود حر الدهون تشتغل على الحلويات والسكريات اللي دخل الجسم بانها هتزبط مستوى السكر في الدم فمش هتحسسني ابدا بانه السكر بتاعي يعلى او يبقى فتيرة نتجة على الحلويات هتترجط الدهون اللي موجودة او هتدخل على الدهون اللي موجودة في منطقة البط الدهون اللي موجودة في الدراع وكمان في الحتة دي هتشتغل على كل ده دي نقطة مهمة اوي كمان خلي بالنا ان الجارسينيا بتزود المناعة يعني ايه لو عندك اي مشاكل صحية هتقدر الجارسينيا ان هي تزود لك المناعة عشان كده بيسمونه نبات المعجزة زي ما قلت في اول الحلقة كمان خلوا بالكو في نقطة مهمة انه الجارسينيا طلعوا منه دلوقتي زيوت زيت الجارسينيا طب بيعمل ايه الزيت ده بيشتغل على بيحسن صحة الشعر بيحسن صحة البشرة علشان كده عملوا منه زيوت فانا كمان بالجارسينيا هقدر احسن صحة شعري وكمان هقدر احسن من بشرتي لانه بيبقى مليان مضادات اكسادة مليان كروميام مليان بوتاسيام مليان حديد كل الحاجات دي هتقدر تشتغل على الدهون تزود حرقها وفي نفس الوقت تديني صحة بالنسبة لشعري وبشرتي عشان ما حسش بالتعب والارهق طيب اي حد بقى بيتفرج علينا يتواصل معينا على الارقام اللي ظهرة قدامكم على الشاشة هتواصل معاك وشخصيا 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع لو مش عايزين تتصلوا على الارقام طبعا الارقام عليها واتس اب هرد عليكم على الارقام اللي ظهرة قدامكم على الشاشة وما تنسوش كمان صفحتنا على الفيسبوك الصفحة بتاعتنا اي حد عنده استفسار عنده اي حاجة عايزي يستفسر عليها او مثلا شكوى اي حاجة بيبعث لي على المسجات اللي موجودة قدامكم على الصفحة دي وهرد عليه بنفسي اهم حاجة تكتبوا لي الوزن السن الطول اي مشاكل صحية عندكم وما تنسوش اول ميت متصل يا جماعة في مفاجأة بالنسبة لهم وهم ان هم هياخدوا مجموعة كاملة متكملة من العناية بالشعر الشامبو للشعر السيرم للشعر حمام الكريم وكمان البلسم حلوة قوي انا الشامبو بنفسي جربته عايز اقولكو خطير يا جماعة تساقط الشعر رهيب بيعمل يا جماعة بيوقف تساقط الشعر بطريقة رهيبة ليه لان مكونات الشامبو بتاعتنا دي بتشتغل على وقف الانزيم اللي مسؤول عن تساقط الشعر فبتلاقي ان شعرك لو بيقع مع استخدامنا للشامبو ده هنلاقي ان التساقط ده وقف تماما البلسم لو شعرك مقصف من تحت تحفة تحفة الشعر رهيب تبقى نازلة اتنين لو مقصفة مع استخدامك للبلسم هتلاقي الشعر رهيب بقت حتة واحدة وده اللي احنا كلنا عايزينه تعالوا بقى نطلع فاصل سريع جدا جدا ما تنسوش الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة كلموني وهتواصل معاكو شخصيا السن الوزن المشاكل الصحية وكمان الطول وكأكيد صفحتنا على الفيسبوك اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة تبقوها بنعمل عروض حلوة جدا جدا اي حد عنده استفسار او عنده حاجة عايز ينزل فيها وزنه عايز يحسن بشرته عايز يحسن من صحة الجلد يتبعنا ويبعتلينا على السفحة وكلموني على الارقام نستنياكو تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل واقع تروح في اي حت ورجعنا لكم بعد الفاصل وبأكد طبعا على ارقام التليفونات اللي ظهر قدامكم على الشاشة تقدروا تتواصلوا معايا في اي وقت 24 ساعة 7 سيام في الأسبوع من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة كمان ما ننساش صفحة الفيسبوك لو انتو عندكم اي استفسار بس بتسيبوه لي في المسيج او في الكومنس بتاعت الفيديوهات بتاعتنا الوزن والسن والطول واي مشاكل صحية لو بتعانوا منها طبعا وانا هرد عليكم بنفسي وازاي نقدر نوصل للجسم المثالي اللي احنا كلنا بندور عليه بصحة بزكاء من غير ما يبقى شكلنا شاحب وكمان بالنسبة ليه السيدات يبقى فيه نحت للجسم انا عايز اكلمكم على نقطة مهمة قوي وهو ان جسم السيدة لازم لما تخس يبقى فيه نحت يعني يبقى الوسط صغير ما ينفعش ان انا اخس كده يعني من غير اي تارجت طيب هن تارجت ازاي عن طريق ان انا بتارجت الدهون بنبات الجارسينيا وهكلمكم كمان على حاجة بعدها نبات الجارسينيا بيقدر زي ما قلتلكم بتارجت الدهون اللي موجودة في الجسم فبيتارجت على دهون البطن فلما بيشتغل على دهون البطن بدلا ما بيبقى فيه دهون وفيه تكتلات دهنية كتيرة في البطن هنلاقي ان الدهون دي اتحرقت فالجسم الوسط نفسه ترسم وده اللي احنا عايزينه بالنسبة للسيدات طبعا طيب فيه نقطة مهمة قوي عايز اقولكو عليها بالنسبة ليه السيدات اللي بتاكل مثلا رنجة او الناس عمتن الرجال اي حد بيكون رنجة بيأكل مخلل بيأكل الحاجات اللي بتزود من مية الجسم الفسيخ الحاجات دي كلها يا جماعة بتعمل مية زيادة في الجسم اللي احنا بنسميها ايديمة دي بتبقى مشكلة جامدة جدا ليه لان المية اللي بتبقى موجودة في الجسم دي بتبقى فيها سموم دي رقم واحد تاني حاجة بقه هي الأهم من هي بتعمل لي الزيادة في الوزن طيب انا عايز اتخلص من المية دي انا مش عايزاها هكلمكو ازاي نتخلص من المية الزيادة في الجسم اللي احنا مش عايزينها بعد مكالمة انجي زيكي انجي الو بيك يا دكتور عامل ايه الحمد لله ايه الامر ده حبيبتي ربنا يخليك انت عاملة ايه الحمد لله لا اذا ايه الامر ما شاء الله ربنا يخليك انت يا عمر والله ربنا يخليك يا انج وليلي بقى انت وزنك قد ايه وطولك قد ايه قلت يا دكتور انا انا كستتي جبيرة انا دلوقتي اطلا من جودها بقالي 5 سنين ايو انا كنت الاول وزني عادي 62 انا طولي اطلا 162 اه تمام حلوة اوي كنت وزني مثالي يعني 162 ده وزن زي الفل اه بالضبط وبعدين انا اصلا ما كنتش باكل بالليل خالي كنت محافظة على اكل جدا ممتاز اه مرة واحدة انا بعد الجوائع انا متجوزة بقية 5 سنين اه منخلفهم مرتين تمام اه زيتي قد ايه بقى في الوزن يا انجي انا دلوقتي يا دكتور وزني 89 89 يعني زينا حوالي بنقول بنتكلم في 30 كيلو مثلا او 28 كيلو او مثلا بس بقى يا دكتور كمان حتى ان انا اصيرت يعني حتى ان انا مش ميله في 30 كيلو طبعا طبعا لان الوزن الزيادة يا انجي بيأثر يعني انتي ممكن يبقى وزنك يعني حد مثلا يبقى وزنه نورمل وتلاقيه يبقى طويل الوزن الزيادة دايما بيأثر مع انه ممكن يكون نفس الطول فعشان كده دايما الوزن الزيادة بيدكك الواحد في بعضه فده اللي انا كنت بتكلم عليه ان احنا عايزين بالنسبة للستات يبقى فيه وسطي يبقى فيه رسمة جسم مش عايزين ان احنا نخص مجرد نبقى زي البولوكاية كده وده اللي جورسينيا بتعمله ان هي بتعمل على حرق الدهون بتاعة الوسط بتاعة البطن فبيطلعلك وسط بيتحسن شكل جسمك طيب انا عايزة عارف منك حاجة يا انجي انتي دلوقتي بتردعي او كده ولا لا لا يا دكتور لا انا دلوقتي مش برده طيب كويس قوي طيب بصي احنا عايزين دلوقتي حوالي 28 كيلو يا انجي هننزلهم طيب فيه اي مشاكل في العض انا طبعا من ظهري يا دكتور يعني تعبني جدا انا تقريبا مزو معرفة مام من ظهري وبعدين انا اصلا عندي خشونة اه خشونة في الرجبة اه بالضبط طيب بص يا انجي احنا هناخد طبعا اول حاجة كابسولات فيتامين دي مهمة جدا هناخد البروستوكال اللي فيه فيتامين دي فيه الماجنيزيوم وفيه الكالسيوم اللي اتكلمنا عليه في الحلقة دي علشان يقدر يعالج مشاكل العضم اللي عندك هيعالج لك مشكلة ظهرك هيعالج لك مشكلة رجوبيتك هيعالج لك مشكلة الانكل بتاعة القدم ليه لان هو جسمك عضمك كان متعود على وزن معين اللي هو في الاول كان كان 62 زي ما بتقول فجأة لقا الجسم ما بيفهمش يا جماعة يعني الجسم فجأة كده يلاقي 30 كيلو زيادة على الجسم فمش فاهم ده ايه فالعضم متعود على حاجة معينة زي زدتي بيهم 30 كيلو هتأثر جدا على صحة العضم العضم بتلاقيه اتفكك تعب مش قادر يحمل الوزن الزيادة فانا هاخد البروستوكال عشان يعالج لي مشاكل العضمت دي وهاخد كمان والاملي طبعا لو فيه اي مشاكل في المفاصل ويعالج لي خشونة الرجبة عن طريق فيتامين دي 3 اللي بتكلمنا عليه عن طريق الكالسيوم وكمان الماجنيزيوم هاخد بقى من ناحية التخصيص البرنيرو اللي فيه القهوة الخضرة اللي هتزود لك الحرق جدا كمان الجارسينيا اللي هتعمل نحت للجسم زي ما اتكلمنا عليه هتنحتلك الجسم أو هتنحتلك الخاص وهتشتغل على الدهون اللي في البطن والدراع وكمان في المنطقة دي وكمان هنقل شاي الأخضر طبعا ممتاز قولنا مليان مضادات أكسادة هيحرق معاك بصورة كبيرة جدا جدا فهتلاقي الثلاثين كيلو دول أوعدك لو مشيتي على البرنيرو ومشيتي على البروستوكال وكمان خدي شرايح الخبز المشبعة أي فرن عندك في البيت قريب من البيت تنزلي تقول ليه أنا عايزة شرايح الخبز المشبعة كل ما تحسي أني انت جعانة خديلك اتنين تلاتة بس مش عايزة أكتر من كده هناخد شرايح الخبز المشبعة هناخد البرنيرو هناخد البروستوكال التلاتة دول أو عيدك أني أنت في أقل من شهر لو التزمتي كويس هتنزلي الثلاثين كيلو بتوع جدول أو بالكتير قوي شهر وأسبوع متابعي معي أنا عايزاكي تتابعي معي يا إنجي ما تنسيش تتابعي معي على الأرقام اللي ظهرها قدامك على الشاشة طبعا أنا تحت أمرك أي وقت وما تنسيش طبعا أنت ليك أنت من الميت متصل أو الميت متصل معينا النهاردة في الحلقة فليك هدية كاملة مجموعة كاملة متكملة من منتجات العناية بالشعر الشامبو، البلسم، حمام الكريم والسيرم عايزا أقولك ممتازين بالنسبة للشعر أنا شخصيا بستخدمه من شعري فعلا فعلا طحفة يعني حاجة مش عايزا أقولك فوق الوصف والخيال فعايزاكي أني أنت خليكي معي على الكنترول عشان يحولوكي تاخدي الهدية بتاعتك مع كورس التنحيف ومش تيضطر طبعا الأرقام يا جماعة على الشاشة ما تنسوش تكلموني في أي وقت 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع وأول ميت متصل لهدية هدية إيه؟ عبار عن شامبو بلسم، سيرم، حمام كريم عايزا أقولكو مجموعة كريستال شاين يا جماعة طحفة بالنسبة للشعر الشعر اللي بيعاني من تساقط الشعر اللي فيه فراغات في فروة الراس اللي فيه تقصف فيها يشان فيه نشعري ما بيطولش أوقات كتيرة بنحس أن شعرنا بيفضل واقف عند لفل معين أو مستوى معين ما بيطولش عليه فمجموعة كريستال شاين هتقدر تطول شعرك هتقدر تديه معين تديه الحيوية هتوقف خالص التساقط مش هيبقى فيه أي تساقط وهتنبت كمان شعر في الفراغات اللي موجودة فمجموعة يا جماعة هايلة عبارة عن شامبو عبارة عن بلسم عبارة عن حمام كريم سيرم للشعر والسيرم ممتاز وحلو جدا للناس اللي عندها تأصف في شعرها طحفة بيعالج الهيشان بيعالج التأصف كل دي هتبقى مجموعة هدية مع كورس التنحيف يعني هنخس ونحافظ على جمال شعرنا كمان ونحافظ ان شعرنا يكون صحي يعني يا جماعة بجد هدية فعلا رائع تسلوا بسرعة الحق تسلوا علشان تبقوا من اول مية منتصل لان المتصل المية وواحد مش هيبقى لي حاجة طيب صفحة الفيسبوك طبعا قدامك ودلوقتي هتتعرض على الشاشة اللي عنده اي استفسار تتواصلوا معايا شخصيا من خلال الصفحة اللي قدامكو على الفيسبوك دايت سبوت لايت اهم حاجة في المسجات بتاعة الصفحة او الكومنت اللي موجودة على الفيديوهات اللي بتنزل على الصفحة تسيبوا لي بس الوزن بتاعكو السن بتاعكو والطول واي مشاكل صحية تتكتب في الشكوى بتاعتكو علشان اقدر اقيم الحالة بطريقة صحيحة معانا مايار ازايك يا مايار ازايك يا دكتور عاملة ايه حبيبتي عاملة ايه مايار كويسة الحمد لله كويس انت عاملة ايه الحمد لله كله تمام مرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي انا اللي اسعد والله ربنا يخليكي ربنا يخليكي لي حبيبتي يا دكتور حبيبتي قوليلي انت وزنك قد ايه يا مايار وسنك وايه طولك انا سني عندي 21 سنة لسه في الجامعة حلو انا بس اقل بس انا عايز اوجه بس رسالة كده الكل بتفرجوا علينا انا بس اقل على السن يا جامعة لانه السن مهم جدا هو اللي بيحدد نسبة الحرق السن الصغير دايما بيبقى فيه نسبة حرق اكبر من السن الكبير فعشان كده بسأل على السن اتفضل اتفضلي قولتيلي 21 سنة او وصولي 160 تمام ووزني 85 85 او احنا عايزين ننزل 25 كيلو او 25 كيلو هو انا والله وزني مديني جدا ان انا مش عارفة البت براحتي دايما حسن ندخي نشاكي وحش طب الوزن بتحسين هو سمنة موضعية يعني الدهون متكتلة في مناطق معينة ولا في كل جسمك يا ميار لا هي الدهون في مناطق معينة في مناطق البطن طبعا دي رقم واحد او ايوها او في الكتاب فشكلهم يعني مش كويس ما بتعرفيش تلبسي اكيد براحتك ومؤثر اكيد على شكل الجسم او ايوها اللي بسنديني جدا اكيد اكيد وخصوصا ان انتي كان وزنك بتقولي في الاول كويس فانتي حصل زيادة او في الاول هو انا بمرة واحدة الشهية تفتحت اه ويبقى عندي شراسة في الاكل طب انتي في ولادة او جوازة او كده يا ميار لا انا لسه في الجامعة اه والله اه لا يبقى انتي بصي بقى احنا عايزين حاجة تقفل الشهية حاجة تشتغل او ياريت اه حاجة تشتغل ان هي تقلل الشهية خالص تزود حرق الدهون مع برنير اللي عندنا فيه بتحس ان فيه ميا في جسمك يا ميار يعني بتحس اما بتبصي على صوابع ايدك مثلا بتحس ان هي منتفخة واخد حجم زيادة عن حجمها ايوا فعلا تمام لان فيه ميا في الجسم وزنة معاك فاحنا عايزين حاجتين دلوقتي احنا عايزين نخس ننزل الدهون اللي موجودة في الجسم وننزل الميا اللي موجودة في الجسم الميا دي بتحصل كمان يا جماعة في السن الصغير عشان كده هي قالتلي سنها 21 فانا ربطت ان وجود الميا دي برضو اللي في الجسم الزيادة دي مليانة سموم وزنة معاها مدياها وزنة اكتر من الوزن بتاعها فاحنا عايزين حاجتين اول حاجة هنشتغل على الدهون اللي عندك نحرقها تاني حاجة هننزل الميا طيب هنشتغل على الدهون ازاي بالقهوة الخضرة انه هتزود حرق الدهون بالجارسينيا اللي هتشتغل على دهون البطن والكتاف وكمان عندنا الشاي الاخضر اللي مليان مضادات اكسادة هيشتغل انه يزود لي حرق الدهون اللي عندك موجود ولازم اخد البرنيرو دي جماعة كابسولة قبل كل وجبة بنص ساعة ليه باستنى نص ساعة علشان انا عندي البرنيرو بيشتغل بطريقتين بيشتغل على الدهون اللي قريدي ما تخزين عندي في الجسم بقالها سنين وبيشتغل على الدهون اللي قريدي في الوجبة اللي هاكلها عشان كده بنستنى نص ساعة بناخدها مع كباية ماء انا كمان يا دكتور كنت عايز اقول لحضرتك انه انا عندي انيميا تمام الانيميا عندي عشرة لا طبعا قليل جدا فعشان كده ابوصي بقى هناخد كمان مكمل غزائي اللي هو فيتامين مالتي فيتامين مجموعة مالتي فيتامين علشان نقدر نعالج الانيميا اللي نقصة والهيموجل من اللي عندك نقص والحديد فلازم ناخد مالتي فيتامين ده مهم جدا وكمان هننزل بقى الميا اللي عندك الزيادة دي عن طريق الووترلس كابسولات الووترلس دي هتقدر تنزل الميا الزيادة لمليانة سموم لمليانة مشاكل اللي احنا مش عايزانها الوحشة هنقدر ننزلها بكابسولات الووترلس وانصحك طبعا يا ميار انك لازم تشربي ميا كتير 3 لتر ميا في اليوم على قد ما تقدري على قد ما تقدري كل اللي ما تحس ان الميا قدامك اشرب الميا مفيدة جدا يا جماعة بتزود الحرق دي رقم واحد وبتقلل الاحساس بالشهية معانا مقلمة تانية من رانيا ازايك يا رانيا ازايك يا رانيا عاملة ايه الحمد لله يا دكتور الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي قوليلي انت بتشتكي من ايه والله يا دكتور وانا يعني انا طول عمري سمينة بس يعني انا يعني كربت اتجوز ونفسي يعني وزني ينزل شوية يعني عشان اللبس والفستان طبع طبع بس انا مجداميش وقت كتير يعني انا مجداميش غير شهرين اه هننزل فيهم طبعا بس قوليلي انت وزنك قد ايه انا وزني تلاتة وتسعين اربعة وتسعين طولك بقى وطولك بالتقريب كده مش عارفة جوزة يعني مش طويلة يعني ما ممكن مية وستين مية وستة اه يعني بنلعب في تلاتين كيلو مثلا خمسة وعشرين كيلو عايزين ننزل بصي بقى لو حتى مش هنزلهم كلاتهم يعني بس هنزل شوية كده منهم اه طيب بص يا رانيا انت دلوقتي محتاجين ننزل خمسة وعشرين لتلاتين كيلو خمسة وعشرين كيلو هيبقى وزنك مقبول جدا هنشتغل على ايه هناخد الجارسينيا اللي هتشتغل على الدهون اللي موجود عندك في منطقة البطن والدهون اللي موجودة في منطقة الكتاف وكمان اكيد مليون في المية تلاتين كيلو لوزن زيادة دا يبقى اكيد عندك لغد هنا فهنشتغل برضو على الدهون اللي موجودة في اللغد دي حاجة مهمة اوي كابسولات القهوة الحضرة اللي هتزود لك الحرق مهمة جدا جدا كمان هناخد كابسولات الشاي الاخضر مهمة جدا دي هتزود لك الحرق مقنية مضادات الاكسادة وهتحسن كمان من صحة شعرك وصحة الجلد بتاعك مهمة اوي ان انتي لو في مية في جسمك زيادة بناخد برضو كابسولات الووترلس طيب هتقول ليه اعرف منين او اي حد بيتفرج علينا لو عنده مية زيادة في جسمه هيعرف منين المية الزيادة دي عن طريق هتبصوا على صوابع ايديكو يا جماعة لو لقينا الصباع واخد منتفخ في مية تدوسي عليه كده تحس اني في مية يبقى في انتفاخ في الاصابع دي مية زيادة في الجسم المية دي وحشة مش حلوة مش عايزينها طب نعمل ايه دي مليانة سموب مليانة شوايب مليانة حاجات بتعطى الحرق جسمي هناخد كابسولات الووترلس طيب اعرف منين تاني ان عندي مية زيادة في جسمي عن طريق الرجل القدم القدم نفسها هتلاقي ان هي وقت ده حجم اكبر من حجمها منتفخة فيها مية هتدوسي عليها كده تحسني فيها اديمة مية زيادة برضو هاخد كابسولات الووترلس هتصرف لي المية اللي موجودة في القدم الانكل بتاع الرجل اللي هو قصبت الرجل هتبصي برضو عليها هتلاقيها هي مفروض تبقى كده هتلاقي ان هي وزنها كده فبالتالي برضو هاخد كابسولات الووترلس هتصرف لي المية الوحشة دي وهتعليلي الحرق وتنزلي اكيد في الوزن نتيجة لان المية الزيادة دي نزلت فالقين وزني رجع بقى طبيعي معانا بقى معانا مشروب هايل هايل عايز اقوليكم بس مكوناته سريعا اتخذوه قبل كل واجبة بنص ساعة عندنا القرفة القرفة تحفة يا جماعة تحفة بتزبط مستوى سكر الدم كمان بتحرق معانا حلو جدا جدا دي القرفة عندنا كمان عندنا الجنزبيل هناخد معلقة من هنا تمام وهناخد معلقة كمان من الجنزبيل الجنزبيل بقى يا جماعة سحر يعني بصوا من الاخر الجنزبيل ده مالوش حل يعني بيقدر ان هو يزبط مستوى السكر في الدم وكمان مش عارفة ايه اللخبطة والورق الكتير اللي عندنا ده تمام وبعد كده بناخد عصير اللمون طبعا عصير اللمون انتو شايفينه ده انا الحقيقة ماردتش حطه لمون بس انا حطيت كمان معاه روز ميري الروز ميري رائع يا جماعة في حر الدهون يبقى انا عندي ارفة وجنزبيل ولمون وكمان روز ميري طيب هنعمل ايه بقى احنا عايزين طبعا اللمون زي ما انتو عارفين بيعمل ايه مصدر قوي جدا لفيتامين سي فعلشان كده بيقدر ان هو يقيني طبعا من اي امراض من اي انفلونزا من الحاجات اللي ايه موجودة اليومين دول فزي ما انتو شايفين اهو فيتامين سي كمان بيساعد على زيادة الحر الارفة مليانة مضادات اكسادة مضادات اكسادة الطحفة عايز اقولك هتشتغل على مشاكل الدهون اللي موجودة هتزود معايا الحر الجنزبيل طبعا سحر في انه طبعا بيحرق الدهون اللي موجودة والروز ميري فضيع يا جماعة بيدي طعم حلو قوي قوي للمشروب عايز اقولكو مشروب ده رائع سحر يا جماعة بجد جربوه قبل كل وجبة بنص ساعة بناخد المشروب ده مع كابسولات البرنيرو لو فيه مية زيادة بناخد كابسولات الووترلس ما ننساش لو فيه مشاكل في العظم بناخد كابسولات فيتامين زي بناخد البروستوكال اللي هو فيه كالسيام وماجنيزيام وكمان فيتامين زي اي مشاكل في العظم وخشونة رجبة اي حاجة نتجه عن زيادة الوزن او الام في العظم بنبتدي ناخد البروستوكال طبعا أي حد بيتفرج علينا عايز يتواصل معنا بيتواصل على الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة بتواصل معاك وأنا شخصيا الأرقام عليها واتس أب طبعا اللي مش حابب يتصل ببعاتي على الواتس أب برد عليه على طول كمان صفحة الفيسبوك اللي قدامنا هتظهر قدامكم على الشاشة صفحة دايت سبوت لايت اعملوا لايك وكمان تابعوني على الصفحة دي هننزل الفيديوهات هننزل الهدايا أول بول على الكورسات والخصومات الهيلة اللي احنا بنعملها وأي حد عنده استفسار بيبعث لي كمان على صفحة الفيسبوك بيقول لي الوزن بتاعه السن الطول وكمان ما تنسوش لو فيه أي مشاكل صحية ما تنسوش النهاردة حصري النهاردة بس هيبقى فيه أول ميت متصل على الأرقام أعتقد هم لا لسه بيقولولي لسه فإلحقوا اتصلوا على طول يعني أول ميت متصل من خلال هذه الحلقة هياخد هداية مع كورس التنحيف هياخد كمان مع الهداية اللي قلنا عليها كريستل شاين مجموعة كريستل شاين لعلاج مشاكل الشعر التساقط والتقصف والهيشان الفراغات اللي في الشعر ضعف النمو وكل المشاكل دي هتتعالج مع مجموعة كريستل شاين شامبو بلسم حمام كريم وكمان سيروم وعملين كمان النهاردة خصم 30% على كل منتجات التخصيص بتاعتنا تصلوا بينا وإن شاء الله نوصل كلنا للوزن المثالي اللي احنا كلنا بنحلم به بشكركم جدا 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 كنت سعيدة جدا النهاردة بوجود معاكم وإن شاء الله كلنا نوصل للوزن المثالي اللي احنا بنحلم به بصحة وبزكاء تومتم في أمان الله